في حاجتين كبار جداً بيضدوا العيان لطفهم القلم والدم اللي بيقول أي ما نشع في بيتها ما هو تعريف النزيف أو البليدين لأسباب باطنية؟ مشكلة في الوعاء الدموي ولا مشكلة في الصفائح ولا مشكلة في شلال التجلب عشان كده لازم نعمل وظائف صفائح الأستاذ الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة المعلم المثالي ستة مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة الطبيب المثالي ستة مرات على مستوى نقاطة الأطباء تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015 قليل طب جامعة القاهرة رئيس الجامعية المصرية لطب الحالات الحرجة عضو الجامعية المصرية لأمراض القلب عضو الجامعية المصرية لأمراض الكلا له 180 بحث منشور في مجالات العلمية والمحلية والعالمية مؤسس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني رأى الطب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة أستاذنا العزيز وقيمة العلماء الكبيرة وفخر العرف الأمراض البطنية أهلا بيك أستاذنا أهلا بيك هذا يوم عيد الله يعزيك ويوم عيد في الدكتور كمان الموضوع نفسه الشك ليه حضرتك اخترت الشك اللي عم والله الموضوع لازم أن أصل فيه ناس كتير قوي مش فهمة يعني واحد عنده شك وضغطه ما تفهمش دي فلو أطلقنا عليها شوية نور كده ساعة تبقى كويسة بالنسبة للجمهور وبالنسبة للإدكات راح نقول بعض النقاط هتنفحها جدا 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 سواء في مذكرتك زي ما أنت بتقول أو في الممارسة يعني هو شافه عين امتى يقول ده شكت امتى يقول عنده شكت يعني مش كل عين ده ضغط واطي لا مش شك فده مهم موضوعه مهم أول حاجة دي في النشاء التعريف ما هو الصدمة فيه تعريفين تعريف صح وتعريف غلط فنبدأ بالغلط يقول لك الشوكت واحد ضغط واطي الضغط الواطي أحد ما ظهر شكت لكن مش هو التعريف ممكن واحد يبقى ضغطه مية على ستين وتسعين وماشى على رجليه زي الفل هي الشوكت تمام؟ شوكت هو كمية الدم اللي رايحة الأنسجة قليلة قليلة بس بقيت شوكت تقول لك هنعرف منين اختار نسيج له علامة خارجية اختار نسيج له علامة غير الضغط الواطي بقى خلاص هو ضغط الواطي ده احنا كلنا متفقين عليه انا هختار نسيج الكلة يبقى اول مظاهر شوك انه بوله يقل لان الكلة مش هاتش تغل ثم المخ تبتدي يبقى مش واعي وهكذا فالشق يعني نقص ارتواء الأنسجة لكن المظهر الاول فيه هو الضغط الواطي طبعا هنقول ليه ضغط الواطي دي هنتكلم عليه بالتفصيل ولكن هو الأنسجة مش ياخد دم وطبعا من الأنسجة اللي واضحة جدا نسيج الكلة كلة مش هيجيلها دم البول حيقل خلاص بقى العين ده عنده صدمة من نوع معين يعني هو يتقال عليها الصدمة 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 هي على فكرة ترجمة لازم نشقولها نلاقي لها كلمة تانية صدمة 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 نفسية صدمة صدمة مثلا في عربية صدمة هنا الأنواع يبقى لازم نلقلها كلمة عربي تناسبها الأنواع عندنا أربع أنواع عندنا أربع أنواع للصدمة انت كقلب ومش قادر تشتغل خلاص المضخة وقفت الترمبة بطلت يبقى دي حنسميها صدمة قلبية كارديوجينيك شوك قلب جاله جلطة لقدر الله فالعضلة حتة منها بازت طبعا مش كل واحد جاله جلطة عنده شوك الناس مش عايزها تفهم وغلق لكن لما تكون المسألة كبيرة شوية بيقول عين شوك لأن القلب كترمبة بطل فالضغط بيقع يبتدي الأنساجة ما ترتويش يبتدي يبقى العين ده عنده صدمة أو شوك دي اسمها كارديوجينيك شوك دي مرة واحد مرة تنين لا قدر الله حادثة عربية أو جراحة وبيشتغل وفقد دمه احنا عندنا خمسة لتر لو فقدت اثنين لتر الضغط يحيقع دي هيبوفوليميك شوك اللي هي نقص دم نقص كمية حوادث السيارات بعد الجراحات ايا نزيف جهة صدمي واحد عنده دولي مريء ممكن يجي شوك لأنه نزف كمية كبيرة جدا دي سهلة يبقى دي هيبوفوليميا يعني نقص الحجم نقص حجم الدم نمرأ ثلاثة قفلت على الدم انا ليا سكة ماشي فيها جيت هنا وروحت اقافل السكة بتاعتي الدم بييجي من الوريد الاجوف العلوي والوريد الاجوف الثوفلي الى الازين الايمن الى البطين الايمن الى الشريان الرئي قفلت الشريان الرئي يبقى الدم مش هروح نعيد الشمال السكة الطبيعية بتاعته زي جلطة الرئي يبقى شوك اسمها اوبستركت شوك يعني شوك نتيجة قفلة زي لو حطيت مية حوالين القلب كان بضغط عادي انا جبت قلبي بيعمل كتر حطيته جوه بلونة وعليت الضغط في المية انت بلونة مش هيضر يعمل كتر مش هيقطر فالدم مش هيخش في القلب وبالتالي مش هيطلع وبالتالي لعيني يبقى شوك مستسأل حوالين القلب بمعنى اصاح البركارد اليفيوشي بس وصل لمرحلة اه واصل لمرحلة كاردك ثمبونات ثمبونات اه يبقى احنا قلنا ثلاث انواع مهمين جدا نمر واحد كارديجينيك عضلة قلب باسط نمر اثنين نقص دم حدسة نمر اثلاثة افلت السكة زي جلطة رئة او ما يحل القلب بضغط عادي نمر اربعة دي نقول فيها سبحان الله واللي ما قلش سبحان الله سبحان الله يبقى عايزي تضرب في ناس كتير عايزين تضرب اعتقد لما اسمعني انا اقولك حاجة ايما كنت بشرح الحد تدي كان عندي واحد دكتور متياز ملحد لا اله الا الله والله كان طبعا صعبان علينا كلنا اللي هو ينكر وجود الله لا اله الا والله العظيم والله العظيم انا بشرح الحد تدي انته انته والله تعجبت انه قال كده لأن فعلاً الحتة اللي جاي دي النوع الرابع بقى من الشمكة تعاني دريسه كويس أنا قاعد معاك دلوقتي بتكلم قولي توزيعت الدم أنا عندي خمسة لتر متوزعين إزاي حتقولي الأمعاء رايح لها 15% انت ما بتاكلش وللجلد الدنيا سقعة شوية التكيف حدكو حلو جداً رايح 3% والمخي لإني بفكر هيزيد الدم شوية والقلب وهكسر أنا سبتك دلوقتي وطلع تجري جري قولي توزيعت الدم تقولي تتغير العضلات هتاخد الجزء الأكبر لأنك بتجري والرقة هتاخد جزء كبير لأنك بتجري وعايز أكسوجين طب نمت توزيعت هتتغير توزيعت الدم بتغير كل دقيقة كل دقيقة حسب هذه التوزيعة محدش يقدر يعملها غير ربنا سبحانه وتعالى مفيش لدوة ولا دكتور ولا عفريت قدر يلعب في التوزيعة دي وإذا بازت التوزيعة العاني بقى شوقت لقيه الدم ماينفعش كله يروح حتة واحدة ماينفعش أوسع شرعين في حتة واحدة يوم يبول الدم فيها والعاني يضيع ماينفعش أقفل كله فهي توازن بين حتة مقفولة وحتة مفتوحة عشان كده اسمها الديستريبيوتف شوق الديستريبيوتف شوق اللي هي شوق التوزيع التوزيع غلط بتحصل في أكثر من مرض زي اللي ياخد حقنة بنسلين وعنده حساسي له بتبوز الدانية توسع حتة مفروض تقفل وتقفل حتة مفروض توسع ويالعين بقى شوق زي مرض مهم جدا هنفرد له حلقة هيباتورينل سندروم اللي هو الفشل الكابدي الكلوي كل مشكلته ديستريبيوتف شوق تخيل كل المشكلة توزيع توزيع ده مخاطئ بيروح مثلا في منطقة البطن عند الأمعاء ويتدفق وعندك كلا وما يروحش فيعمل كوارث ده يبقى عندنا أربع أنواع كارديوجينيك قلبية هايبوفوليمك نقص بكمية أبستركشن أفلت زيجة أو ديستريبيوتف اللي هي التوزيع غلط هنبدأ بالأول هنا كارديوجينيك أحسن مثل الكارديوجينيك شوق أحسن مثل جلطة القلب انسداد الشورياني تاجي انسداد الشورياني تاجي له أكثر من صورة فمثلا ممكن يحصل والعين ما يعرفش خلص طب ونعرف إحنا إزاي داخل عمليات يعمل زايدة وسنه 60 سنة قلنا نعمل له رسم قلب عشان نبقى نسمى حترمين نعمل رسم قلب نلاقي جلطة قديم يعمل حج جالك واجع في صدرك لا أي حاجة فممكن تبقى سايلنت كتير جتير جدا وممكن يجي لك المريض بعد كاب ينهج وابتدى يحصل هبوط في العضلة لأن جاله انسداد شورياني تاجي ولم يدري فدي أحد الصور مش كل واحد حيبقى شجد نمرة اتنين المشهور جدا جدا اللي هي مثلا أكتر من 60% من الحالات الألم ألم الصدر دي بتشير الانسداد شورياني تاجي هي بتبقى ألم شبيهة جدا بالذبحة الصدرية جدا وتخلف عن السبحة عن السبحة الصدرية في نقط بسيطة جدا جدا الزبحة الصدرية بيبقى الألم في نص الصدر مش تحت السدر الشمال زي ما الناس فهم في النص جاز يمين متطوح شمال أو متطوح يمين جاز أو في منطقة البطن هنا بيبقى نوعه كأنه واحد قاعد على صدر حجر أو سكينة مشان كاس ما ذبحة صدرية أو حموضة يحس إنه حرقان فده طبعا مضلل جدا يعني كثيرا من المرضى ما تتحكش شوريان تاجي عاملين منظار منظار على المعد لأن الألم هنا تمام وحموضة يبقى مكان الألم ضللني ونوع الألم ضللني لما بيبقى هنا بيبقى سهل ولما بيبقى حجر على سبيل بيبقى سهل إنما ساعات يبقى ساعات المريد فنم يضلل بالدكتور يعني يقول له يقول له لا أنا حرف هس الألم نجل بعد أكلت كمده هو ألم هو ألم هو دكتور يقدر يطلعه بسرعة جدا يقول له هل الألم ده له علاقة بالمشي فيجيبه يقول له لما مشي نفس الألم بيجي والحرقان يجي لحموضة أنا شفت عدد تيبير جدا من الحالات متشخص عن المشكلة في المعدة وهو مش كده خالص الألم بيقعد دقايق تلت طرق إذا بكلم عن الذبحة الصدرية مش عالم تزداد شونا دقايق تلت دقايق أربعة دقايق خمس دقايق حتى لو عشرين دقيقة اللي هي تلت ساعة فهاي عشرين دقيقة يعني بيسمع في كدف الشمال عادة عادة بيسمع كدف الشمال والسبعين دول واللي يجيبه المجهود وليس الانفعال الأفلام العربي كتير منها مووزوا فكر الناس يطلع بره بيت يا مجرم ويمسك سيدره نادر إنما اللي يجيبه المجهود يطلع سلم يمشي يجري طيب الأكل ساعات لكن الأكتر من الأكل لحاجة ساعة لو شرب إزازة حاجة ساعة الألم يجيله ألم الذبحة الصدري والناس تطمينه تقوله أصلاها ساعة ويعمل التقلص في المريء وده غلط فده اللي يجيبه وبعدين اللي يضيعه بقى يا إما قرسل حتى اللسان وحنوقف عندها يا إما يرتاح كثيرا تبقى أنت في عربيتك وقف الإشارة تلاقي الراجل ماشي في الشارع وبيمد وفجأة وقف حط إيده أنا صدره وبعد شوية رح مكمل مع الإشارة بتطول ساعة بتعطره بساعة لذي يكمل ده زبحة صدري اللي هو أوقفوا الألم دقايق ورح مكمل تاني كان عندي وكيل نيابة يعني أنا أجمل حالة شوفتها في حياتي يقول لي أنا إيه بمشي ثم الساعة تديق علي الساعة دي تديق علي أو مقف أفك الساعة وحطها في جيدي وأكمل ماشي ما فيش حاجة اسمها كده في الطب ما خد نهاش دي طلع الألم بدل ما بيجي هنا بيجي في الرست وهذا وارد فبيقف هو بيتيق له نمي فكس هو وقف خلاص بدل ما بوقف الألم بيروح آآ 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 القرص اللي تحت اللي تحت لسان له قص عم نتكلم عليها لأنه ممكن جدا يضل لله الدكتور يضلله فيه آآآ كتير جدا يحط بتحت لسانه ويروح الألم زي الحالة النفسية واللي عنده كارديا نيروزس لما بتديه القرص على ترسالنا بيروح فمش عايزين دي كقارينة طب نيجي من سداد شرين تيجي اللي ما عملش شاك اللي هو قلم قلنا زي الزبحة بالزبط ما عدم القلم جاه من غير ماشي المرة دي جاه وهو قاعد ايهو مرتاح القلم طول القلم شديد جدا سفير نكلمك واحد في التليفون يا ايمن انا ابراهيم انت ابراهيم مين يا عم الحج انا اللي بتعالجني بالزبحة الصدري اخبارك ايه يا عم ابرهيم والله القلم يا دكتور جاي لي وانا قاعد مرتاح يا دكتور ايمن القلم شديد قوي يا دكتور ايمن القلم طول مش متعود عليه تروح سأله السؤالين عرقتي يا عم ابرهيم طرشتي يا عم ابرهيم حبعتلك الاسعاف يا عم ابرهيم الاسعاف القيء والعرق ظاهرة مش حلوة إطلاقاً في ألم الصدر وده بسرعة على المستشفى بسرعة شديدة جداً لأن دخول المستشفى كل دقيقة بتفرق لو خد الدوة اللي بيدوه بالجلطة بدري المشكلة امتهت لو دخل أسطرة بدري المشكلة امتهت إنما لو فضلنا بقى نفكر لا ما تخافش لا ما تقلقش طب حاجيلك البيت لا ما تجيش البيت آه العين بيزعل يقول له ازعل يقول لي طبعاً أنا تعالي عشان تقول لي روح المستشفى وقول له لا أنا بقولك من دلوقتي الوقت ده خسارة فهو يروح على المستشفى إنما ده أحد المظاهر لانسداد الشران تاجي وهو الألم المظهر التاني خلى الضربات القلب واحد قاعد في أمر الله يتفرج على التلفزيون مع أولاده وفجأة يلاقي قلبه ملا خبط سواء رفرفة أزينية زبزبة أزينية اي اف أو السرعة تصارع شديد جداً فيتاك أي حاجة من دول قد تكون انسداد الشران تاجي جت بصورة أخرى وهي صورة اختلال ضربات القلب الصورة برضو المشهورة جداً جداً فجأة هبوط في القلب أقول لك القلب ياليمين يالشمال إذا كانت الجلطة في العضلة اللي في الشمال هيجيله بصورة نهجان وكحة وراء غاوي طلع اللي هو هبوط جهة يسر جهة يمنى قصة تاني خلص بقى أوريت الرقابة منتفقة الكبد منتفق شوية فيه أصوات معينة على السلاسي فحسب يا ترى الجلطة جداً شمال ولا يمين بتعمل هبوط هبوط في الجهة اليسرى بتعمل احتقان شديد في الرأة اللي احنا نسميها مية في الرأة يعني العين بيطلع أرغاوي أكيد بالمريا ديماً إذا كان يمين كويس اليمين يلخبطني مع جلطة الرأة مع البلمريا إيموليزم الريت انفرقشن مع البلمريا إيموليزم ونادر هو الريت انفرقشن نادر؟ لا مش نادر الكتب كانت تقول أنه هو أقل كان أيمين يقولك جلطة عن شمال لا لا خالص مش نادر خالص خالص فده حسب أني شريانة اللي تقفى اليمين ولا شمال فأدي أحد الصور أو لا قدر الله يكون موت فجائي الموت الفجائي أحد أسبابه انسداد شريانة دي نحن تعرف أنه نحن بنبحث دلوقتي كيف نمنع الموت الفجائي فبنجيب الناس دول قبل ما يشتكوا أي واحد مثلا من أسرة سيئة السمعة في القلب الأب عامل قلب مفتوح والأم حتى دعمات والأخ جاله كذا ده يمسكه ولازم يشوف نفسه كويس جدا أو بقى يجيله شوق الشوق اللي هي هتبقى كارديوجينيك شوق اللي هي دي من أخطر أنواع شوق اللي هي العضلة مش قدر تطلع الدم لأن فيه جزء عطل أم فالباقي مش قادر أم جزء مات مش عايزين نقول مات لأن جزء الحق أم هو زي الضفضاء الضفضاء في الشتاء تقول عليها ميت وهي صحي فهي بتبقى جزء قاعد مرتاح كده لكن هنحركوا لو فتسلكناه ده في الشرية دول اللي بنفرح بيهم جدا جدا أيماً لما يجوا بدري خشوا القسطرة يسلكوا وبيقوا زي الفل أو ياخد الدول الدول اللي هو بيفك الجلطات أم بس المهم بسرعة السرعة دي ساعات ألاقي إحنا في المحور وقفلين وعربية إسعاف نفسها تعدي وكل الناس ولا هنا كل واحد بيفكر إنه يمشي وراه ده ده الإنسان الوحش أوي أسوأ الناس اللي بيفكر يمشي وراه أول حاجة والله تعلمناها ما سافرت بره أول حاجة تعلمناها إزاي تفضي الطريق للعربية إسعاف تخيل دي محاضرة تخيل دي محاضرة كيف تخلي طريق العربية إسعاف عشان تعلم الناس يعني إنت لما تيجي تروح إنت جاي هنا وجاي مين واقف أم واللي بعديك يا أمريك بتشيب الشمال كم ده ورا ده ورا ده حتلاقي في الشمال الفضي أو الحتة اللي متعلمة بأصفر على اليمين محدش يمش بها فبيقى صعبانة جداً علي جداً العين ده لو وصل بدري حيقعد وصل ولاده إنما التأخير ده خطير جداً يا حبازة بقى لو نعالج المريض بتاع جلطة القلب في عربية الإسعاف آه طبعاً ده المحترفين بقى أوي يدوبلوا الجلطة في عربية الإسعاف تبقى هيلة، تشخص صح، عمل المعامل كلها، عمل رسم القلب وخد العلاج يوقفوا المحمر ووقفوش مش هتفرق معها بقى ده القلب، في حاجة تانية في القلب؟ نحن كده خلصتاً آه كتير آه بس دول أمثل آه، دول أشهر الأمثل ده كارديوجينيك ده كارديوجينيك هايبوفوليمك بقى ده سهل جداً جداً بس نلحقه برضو بدري لماذا؟ لو واحد فقط جزء كبير من دمه، حيبتدي الجسم يعمل تغيرات حتى لو يدي الدم مش هتصلح حتى لو يدي الدم مش هتصلح فلازم يتعالج بدري جداً ست متولد، نزيف شديد بسرعة جداً لازم عندها تصل إلى اللي انت عايزه عايز تشيل الراحم شيله، بس انقص حياتها لأن لو سبتها فترة ضغطها هواتي كتير قوي، حيبقى في مشكلة بعد كده هي مش هتقدر عليها ولا أي دكتور في الدنيا يقدر عليها فدي برضو الهايبوفوليميا مهمة جداً حوادث الصغيرات لازم يرجع على المستشفى بسرعة جداً عشان يتعلق له ذم وصلح له ضغطه استاذنا سيد دكتور حسين موافي كان منيراً كعادته في الدكتور اشتركوا في الدكتور اشتركوا في الدكتور اشتركوا في القناة